الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض يقول الحق جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا توجد فلسفة في هذا الوجود كهذه الفلسفة العظيمة التي نراها في موسم الحج يحدث فيها التناغم بين المرئي واللا مرئي وبين المادي والروحي وبين المبنى والمعنى فهناك حجر يقبله الناس وهناك حجر يرجمه الناس ويرميه من الذي أمر بذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى وفي هذا المعنى وفي رجم إبليس يقوم الحاج برجمه وهو رمز لانتصار الحق على الباطل ورمز للانتصار على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وعندما يطوف الحاج ببيت الله الحرام فإنه يقصد رب البيت سبحانه وفي الدوران المتكرر سبعا حول البيت الحرام هو رمز لاتجاه الزائر إلى دار المزور بكليته فهو يتوجه إلى رب العزة سبحانه وتعالى إلى رب البيت الحرام وفي تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه رمز لمصافحة رب البيت فقد ورد في الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحة فكأنما صافح رب العزة سبحانه وتعالى وفي الشرب من ماء زمزم فضل عظيم وبركة عظيمة لمن كانت نيته ذلك ولمن سأل الله عز وجل الخي فماء زمزم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب له فإن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته مستعيذا عاذك الله وإن شربته ليقطع ضمأك قطعه هذا الماء المبارك الذي كان إذا شرب منه عبد الله ابن عباس قال اللهم إني أسألك علما نافع ورزقا واسع وشفاء من كل داء وقد استحب العلماء عند الشرب من هذا الماء المبارك أن يقول اللهم إنه قد بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له وإني أشرب من هذا الماء لتشفيني أو لتقضي حاجتي وهذا فعله سيدنا عمر فإنه لما شرب من ماء زمزم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرويه يوم القيامة ولما شربه ابن خزيمة العالم الجليل صار عالما فقيها فسئل في يوم من أين لك هذا العلم فقال من حديث ماء زمزم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وهذا الإمام ابن حجر إمام الدنيا كلها شربه لينال رتبة الإمام الزهبي في الحفظ يقول الإمام ابن حجر فنلت درجة أعلى من الإمام الزهبي وهذا الإمام ابن العربي المالكي يقول شربت ماء زمزم للعلم والإيمان وقد أعطاني الله ذلك ويا ليتني شربت ماء زمزم للعمل بالعلم وهذا الخطيب البغدادي يقول لما شربت من ماء زمزم سألت الله أن أحدس بتاريخ بغداد بها وأن أملي الحديث بجامع أبي جعفر المنصور وأن أدفن بجوار قبر بشر الحافي وقد استجاب الله دعاءه وهذا الإمام الشهيد الإمام البلقيني شرب من ماء زمزم ليكون ماهراً باللغة العربية وليكون فصيحاً فأعطاه الله ذلك فهذه فرصة عظيمة لمن أراد قضاء حاجته أن يتوجه إلى رب البيت الحرام وهو في هذه الرحابة الطهرة قاصداً ماء زمزم وهو عندما يسعى بين الصفا والمروة على وجه الخصوص قاصداً هذا الماء ويدعو في هذا المكان المبارك وأن يسأل الله عز وجل حاجته وقد جرب بعض الناس الدعاء عند الشرب من ماء زمزم فأعطاهم الله ما طلبوا وقضى الله حوائجهم اللهم وفقنا الحج إلى بيتك الحرام واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته